بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الراقي حامل المسك العراقي هذا والله وبالله وطل الله راقي خرفة ودجل والله العظيم راقي مخرف يلعب بعقول المرضى المسكين له مقطع فيه طريقة مجربة قد تؤدي لشفاء العائلة كلها من السحر والمس والحسد والتعطيلات ينصح في المرضى في هذه العائلة بماذا نصحهم؟ تصوروا يا مرضى يا مسكين يا أتباع رقات الخرفة والدجل أفيقوا والله إنكم لفي عمى إنكم لفي ضلال مبين اسمعوا كيف ينصح هذه العائلة نصحهم أولا بغسل جميع الثياب داخلية وخارجية لأفراد العائلة كلها هكذا قال تغسل جميع الثياب الخارجية والداخلية لجميع أفراد العائلة انظروا هذا الحمق وهذا الغفلة التي يسمعها هؤلاء المرضى ومع ذلك يصفقون ويرقصون ويباركون ويشاركون في الإثم والوزر لهذا الراقي راقي الخرفة والدجل النقطة الأولى قال طريقة مجربة لإزالة السحر على جميع أفراد العائلة أعطاهم النقطة الأولى رقم واحد قال تغسل جميع ثياب أفراد العائلة الداخلية والخارجية جيد هذه النقطة الأولى من عند الفهام العلامة رسرزاما النقطة الثانية اسمعوا جيداً النقطة الثانية تغسل أرضية البيت بالماء المرقي مع الدلك لا أعرف كيف يكون الدلك أنا الذي سمعته أن الدلك يكون للمرضى يعني الإنسان المريض هو الذي يفعل له الدلك هو لا قال تغسل الأرضية مع الماء المرقي المقروع عليه وبالدلك ندلك البلاط ندلك البلاط وندلك الأرضية جيداً 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 هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة غسل جميع الجدران جدران البيت وغسل الأسقف ثاني السقف أيضاً يغسل بهذه المهمة وبعد ذلك نصح العائلة أن تأتي بماء كثير وتغسل خارج البيت تغسل الخارج البيت لا أعرف ممكن تغسل شوارع المدينة أو تغسل شوارع البلدية أو تغسل شوارع العاصمة أو تغسل حتى بيوت الجيران ثم قال بعد ذلك في اليوم الآخر جميع أفراد العائلة يشربون لتر لتر من الماء المقرع عليه يا حمقى يا مغفلين يا مرضى يا مسكين والله العظيم أقسم بالله الذي لا إله إلاه هؤلاء رقاط خرافة والدجل يلعبون بعقولكم يلعبون بعقولكم وجدوكم بعيدون عن العلماء وهم الذين أبعدوكم عن العلماء لكي يخلوا لهم الجو ويفعلون ما يفعلون بالمرضى المسكين عن طريق كهانتهم والدجلهم ولعبهم بهذه الشعوذة والشعبذة التي انتشرت انتشار النار في الهشيم ولا حول ولا قوة إلا بالله أفيقوا يا مرضى يا مسكين أفيقوا يا مرضى يا مسكين هذا الرقي حامل المسك والله وبالله والطلاهي مثله مثل الغرب الموسلي مثله مثل ربيع نعيم مثله مثل رقاط المغرب هؤلاء رقاط خرافة ودجل وظلال ابتعدوا عنهم ارجعوا إلى العلماء ارجعوا إلى الرقية الشرعية رقية الوحي رقية النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم تتبرأ منهم رقية النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم تتبرأ منهم رقية الوحي والله العظيم تتبرأ منهم رقية السلف ورقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم هؤلاء رقاط خرافة ودجل رقاط ظلال رقاط عرافة وتنجيم احذروا منهم وحذروا منهم لا يجوز طلب العلاج عندهم لا يجوز حتى متابعتهم إنكم تشاركونهم في الإثم هذا ينصح العائلة أن تغسل الثياب الداخلية والخارجية جميعا تغسل البلاط وأرضية بالدلك بالماء المقروع عليه تغسل الجدران تغسل السقف تغسل الشوارع ما هذا الحمق ما هذا الدجل ما هذا الجهل الذي يصيب أتباع هؤلاء الرقات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا عمى في القلوب وفي الصدور وفي العقول أفيقوا يا مرض يا مسكين أفيقوا يا مرض هؤلاء يعملون لساح الشياطين يعملون مع الشياطين هؤلاء يعملون لنشر الدجل والظلل والبدع والخرافة والتحريف والكهانة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته